السلام عليكم ان شاء الله هنكمل في صورة النجم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه خلق الزوجين الذكرة والانثى شايفي النون المشاهدة وانه هذو لنا كام حركتين بعدها اي الضمير اها في صلة صغر واو ساكنة مضمومة قبلها بيعمل معايا معاملة المادة الطبيعي يعني بيخد معايا حركتين اللي هو مادة الصلة الايه الصغر خلق الزوجين الذا الذال الذال ضاء ثاء ثلاث حروف انت بتخرج اللسان بتاعك لو ما خرجش اللسان هيبقى حرف تاني هيبقى حرف الزاي الزكر لو انت ما خرجتش اللسان الرأى دي مفخمة ليه متحركة بفتحة لو متحركة بفتحة او بضم تكون مفخمة متحركة بكسر تكون ايه مرقق نون ساكنة خلي بالك منها اهايه خالية من التشكيل في وسط الكلمة بعدها حرف الثاء الثاء حرف الحروف الاخفاء الاخفاء هو حالة وسط بين الاضهار وبين الاضغام بين ان اظهر النون دي وبين ان انا اضغم عندي هنا الثاء واخراج اللسان الان ثاء ثاء عشان ما تيبقى الساء سين يبقى دي بقى اليبت الحرف الثاء سين عندك مادة طبيعي من نطفة اذا تمنى نون اضغمت في النون التانية وصارت حرف ايه مشدد اهايه دي لن تنطق نهائي من من مع غنة كان بمقدار حركته ده اسمه اضغم بغنة اضغم كامل اضغمت الاولى في الثانية وحاصبح حرف ايه مشدد فتعدى من الصفة نهائي بتاعت مين النون الساكن طاء نطق طاء مقلقلة عليها رأس الحقة ايه اللي علمت السكون في القرآن يبقى عندك الحرف من اي حرف من حرف الخمسة قاطبه جد جا ساكن سكون اصلي او ساكن سكون عارض يعني انت وقفت على كلمة اخرها حرف من الحرف الخمسة دولا ففي الحالة دي انت بيبقى ساكن بسبب عروض الوقف انه انت هتقف هنا ففي الحالة دي برضو بتقلقله عندي تنونبي الكسر وبعده الهمزة الهمزة من حروف همزة وهاء وعين وحاء وغين وخاء ست حروف تحفظهم حروف الاظهار الايه الحلقي والحروف الحلقي اللي بتخرج منها الحلق لو جاء اي حرف من الحروف دي بعد تنونس ساكن اوه تنونبي بيبقى عندك اظهار ايه حلقي حروف دي بتخرج منها الحلق الذال واخراج اللسان ميم ساكنة مظهرة اهي على رأس الحاق في وسط الكلمة بين كلمتين في اظهار ايه في اظهار شفوي عندي هنا مادة طبيعي وأن عليهم نشأة الاخرى وأن نون مشهدات غناه حركتين عليهم نون مشهدات غناه حركتين وأن عليهم نشأة الاخرى الرأي هنا مفخمة متحركة بفاته وأنه هو أغنى وأقنى وأنه نون مشهدد مادة صغرى عايزك تقول معي الأحكام عشان تثبت عندك مادة صغرى ملحقة المادة الطبيعي كام حركتين أغنى وأقنى القفده قطب جد على رأس الحاق ساكنة سكون أصلي يبفال قلقلة مادة طبيعي كل ده ايه مادة طبيعي وأنه هو رب الشعرى وأنه نفس الواضح نون مشهدات غناه حركتين بعدها الضمير فصلة صغرى ملحقة المادة الطبيعي الرأى مفخمة متحركة بفاته الشعرى عندي هنا الرأى برضو ايه؟ الشعرى الرأى مفخمة متحركة بفاته وأنه أهلك عادني الأولى وأنه نون مشددة هتقول لناها حركتين بعدها الضمير فصلة بس مشصلة صغرى علشان الهمزة الهمزة هو الحرف الوحيد اللي بيبقى في الصلة الايه؟ اللي هو السبب في الصلة الكبرى أي حرف مباقي الحروف الهجاء كلها بيكون عندك صلة صغرى عندك هنا الها عندك هنا الها أي حرف تاني معادة الهمزة بيكون في صلة صغرى إنما الهمزة هي الصلة الايه؟ الكبرى بتلاقي الواو اها بعدها الضمير وعليها علامة الايه؟ عليها علامة الماد بيبقى عندك ده بيعمل معايا معاملة المادة المنفصل اللي هو جائز القصر وجائز المادة جائز عندي أربع أو خمس حركات وجائز عندك حركتين يبقى عندك الهمزة هي السبب في مادة في مادة الصلاة الكبرى عادني الأولى عندي هنا التنوين بالفتح فيه إظهار. الإظهار ده مش عشان هو إظهار حلقي. إنما إظهار بسبب التقاء الساكنين التقاء الساكنين خلي عندي إيه؟ خلي عندي إظهار للتنوين وثمود فما أبقى الثاء وإخراجي اللسان عشان ما تبقى السين ما تقولش وثمود وثمود بالثاء وثمود فما أبقى عندي هنا ألف ساكنة مفتح ما قبله. أهايه والهمزة في الكلمة التانية فما كلمة وأبقى قلم المادة منفصل جائز الباق ده هاي مقلقلة علشان الساكنة سكون أصل المادة المنفصل بيكون جائز عند المادة وجائز عند القصر جائز عندي أربع أو خمس حركات وجائز كام حركته وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى وقوم نوحهم تنون بالكسر وبعده الميم الميم حرف من حروف ينمو إطغام بغلنا إطغام كامل النون والميم الحرفين اللي بيبقى فيهم الإطغام إيه الإطغام كامل وقوم نوحهم بتعدم الصفة نهائي بتاعت التنون يعني لا ينطق منه إي شيء تمام؟ أو الحرف المشدد قدامك بتعدم الصفة نهائي من قبل نون ساكنة جاء بعدها القف القف حرف من حروف الإخفاء بس هنا في حاجة هنا الغنة بتتبع ما بعدها يعني الغنة هنا مفخمة مشو الغنة هنا في الإخفاء الإخفاء ده بيكون بغنة الغنة دي بتتبع ما بعدها لو الحرف اللي هنا ده مفخم زي كده بتبقى الغنة مفخمة مرقق تبقى الغنة إيه؟ مرقق فهنا عندي إخفاء للنون الساكنة والغنة فيه مفخمة البق ده إيه؟ ساكنة سكون أصلي على رأس الحاء يبقى عندك فيها القلقل إنهم نون مشاهدات غنا حركته ميم ساكنة مظهرة إظهار شفوي كانوهم ميم ساكنة مظهرة إظهار شفوي أظظاء وإخراج اللسان ذالظاء ثاء أظلم وأطغى الطأ قطب جد مقلقلة والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى عندك هنا في مد طبيعي طبعا موجود مش عندك أي مشكلة فيه فبأي آلاء همزة سبقة حرف المد ده مد بدل ملحقة المد الطبيعي أهو همزة وده الألف السكنة المفتوحة من قبلها آلاء ألف سكنة المفتوحة من قبلها والهمزة اللي اتنين فين في كلمة واحدة ده مد متصل واجب يعني واجب المد كام أربع أو خمس حركة الرأى مفخمة أهي علشان متحركة بفتح تتمارى الرأى برضو إيه مفخمة هذا نذير من النذر الأولى هذا إذ ذال وإخراج اللسان نذير برضو نفس الوضع إذ ذال وإخراج اللسان عندي هنا تنون بالضم الرأى ده مفخمة متحركة بالضم تنون بالضم وبعده الميم في عندي إضغام بغنى إضغام إيه كامل الحرف المشدد عايزك دايما تتعلم أن أنت لما تشوف الحرف المشدد بيبع عندك على طول أن أنت فيه إضغام كامل يعني تعدى من الصفة نهيئة بتاعت النون الساكنة أو التنويم عندي النون مشددة أهاي هتغلناها حركتين إذ ذال وإخراج اللسان الرأى ده مرققة من النذور الأولى رأى مرققة متحركة بكسر الأولى في حالة الوقف مد طبيعي في حالة الوصل هيبقى عندك في مد منفصل جائز حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى من النذور الأولى أزيفة الأزيفة في حالة من الوصل أزيفة الأزيفة ليس لها من دون الله كاشفة عندك دهاء عند الوقف تاء عند الوصل لو أنت قلت أزيفة الأزيفة دهاء أزيفة الأزيفة ليس لها في حالة الوصل بيكون تاء ليس لها من دون نون ساكنة جاء بعدها الدال والدال من حروف الإخفة هنا اللام في لفظ الجلالة سبغت بكسر الكسر دي خلت اللام إيه مرققة كاشفة هاء تاء عند الوصل وهي عندك تانون بالضم ضم مع كوفة على التانية لأن هنا فيه الهمزة هاء الهمزة من حروف الإظهار الحلقي وده بيكون شكل التانون بالضم في حالة الإيه الإظهار الحلقي كاشفة أفامن لو أنا وصلت يبقى عندك إظهار للإيه للتانون أفامن هذا الحديث تعجبون أفامن عندي النون ساكنة مظهرة إظهار حلقي على رأس الحق لما تشوفها في وسط الكلمة أو بين كلمتين كده بيبقى إظهار إيه؟ إظهار حلقي علشان جاء بعدها حرف من حروف الإيه؟ جاء بعدها حرف من حروف الإظهار الحلقي الهمزة والهاء أهي والعين والحاء والغين والخاء هذا إذ ذل وإخراج اللسان الحديث إذ ذل وإخراج اللسان تعجبون هنا عندي إيه؟ مادة عارض للسكون علشان أنا النون دي بقى ساكنة السكون ده خل فيه إظهار مطلق والسكون ده سبب إن هنا فيه الواوي الساكنة المضمون ما قبلها له حرف المادة 2 أو 4 أو 6 حركات اللي هو المادة العارض للسكون وتضحكون ولا تبكون عندي هنا البقى دي مقلقل ساكنة السكون أصلي فيبقى عندك فيها إيه؟ القلقل وتبكون عند الوقف فيه إظهار مطلق للنون المتحركة لما بنقف عليها بتبقى فيه بتبقى مظهارة بس إظهار إيه؟ مطلق مش إظهار حلقي والووي دي فيها مادة عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات لو وصلنا يبقى عندك مادة طبيعية لو وصلنا يبقى عندك مادة إيه؟ طبيعية وأنتم سامدون نون ساكنة جاء بعدها التاء والتاء حرف من حروف الإخفاء يبقى عندي حالة وسط بين الإظهار وبين الإظهار ميم ساكنة مظهار إظهار؟ شفوي سامدون نون دي في إظهار مطلق الووي دي فيها مادة عارض للسكون 2 أو 4 أو 6 حركات وصلنا يبقى عندك مادة طبيعية وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبُكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ فَاسْجُدُوا لو أنا وصلت أنا بوري لك الإيه؟ الوصل كل ده ما يكون مادة إيه؟ مادة طبيعية لأن هي بقت متحركة زي ما هي ما عادش هنا سكون السكون هو السبب في المادة العارض دي السكون فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ الكسرة خلت اللام هنا مرقق خلت اللام إيه؟ مرقق طبعاً دي سجدة من السجدات أهي مكتوب قبلها بتلاقي كلمة إيه؟ سجدة سجدة التلاوة في الحالة دي أنت حضرتك بتسجد بس ده لها طبعاً شروط ولها ضوابط أن أنت حضرتك بتكون ناحية القبلة أن أنت بتكون على وضوء أن أنت بتكون ساتر للعورة بتاعتك لها الضوابط بتاعتها اللي هي زي بالضبط زي ما تكون أنت بتصلي اللي هي لا تصح إلا بشروط صحة من الصلاة إلا بشروط صحة من الصلاة هنقرأ الآيات بسم الله الرحمن الرحيم وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْوَى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا إن شاء الله نلتقى على خير في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته